السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل بعرفي خلاص عني سؤال سأل اليمام كنت نصول العيشة هو سنة من الوقعتين فبعد كثيرا هنا الناس تباحت وقام جاء بالرقع الثالثة فرح سألت اكبر سلام علينا هي هي تجديرة السكار ولا تجديرة احرام قالي لا تجديرة احرام بدأت من جديد بس الناس وراه مسلمتش من الاولى السلمة ثانية افون ماذا صنع سلم امرأة سلم امرأة في الاشاء نعم بعد التسليم الاولى الناس تباحت لكم طيب وبعد وبعد والناس مسلمتش جاءت اكملت سعادة على كل طبعا صلى الله عليه وسلم ولنا او حضرتك التجدير اللي بعد التسليم اللي لديك تجدرت احرام ولا تجدرت ان تقال ان تجدرت احرام لا اعفا لا اعفا اصبر يا حبيبي اصبر اصبر اعزفا بس الان هو اتى بكم ركعة اجمالي الذي اتى به كم ركعة اربعة غايته انه ساهى وقام الى الثالثة وانتم سبحتم بعد ان سلم فقام صلاتكم صحيحا لانكم صليتم اربع ركعات الكلام على صلاته هو نعم كلام على صلاته هو ونياته هو فلا يعنيكم هذا في شيء لان النبي قال صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم يعني انت على اي حال اديت الركعات المطلوبة امامك اخطأ او جهل ولكنك اديت الركعات المطلوبة صلاتك صحيحة ايه صلاتك صحيحة باعتبارك مأموم انه باعتباري منفرس لا باعتبارك مأموم لا تسلمتش كلمت باعتبار طول الامام لا يتابع للنقص تمام بس سوا